السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنشرح بعض العملات القوية التي لديها بلوكتين من نوعية جيدة لماذا؟ لأن الشركات والمؤسسات التي دخلت لهذا المجال مؤخرا كمثال الماستر كارد، الفيزا، بايبال، أمازون ضروري ستقوم ببناء بلوكتين خاصة بها كل مؤسسة أو شركة ستقوم ببناء بلوكتين خاصة بها إذن ستحتاج شراكة مع مشروع قوي مع عملة لديها بلوكتين من نوعية جيدة لكي تحصل مثلا شركة الفيزا أو الماستر كارد على بلوكتين تتميز بالأمان، بالسرعة، العقودة الذكية كل الأمور المتوفرة في أقوى العملات تريدها هذه الشركات فضروري مستقبلا سنرى الشركات حتى ببيبال في الأول قام بإدخال فقط البيتكوين، الأتريوم، الليتكوين، والبيتكوين كاش الآن قال أنه سيقوم بإدخال إدراج عملات أخرى سيضيفها للبيبال كوستادي حاولنا أن نتحدث سنحاول أن نتحدث في هذه الحلقة على ستيلر أولهم الريبال لولا المشكلة الحاصلة حاليا لرأينا الريبال أقول لك خمسة أو عشرة دولار نعم عملات XRP سنتحدث كذلك على ترون، بولكا دوت، آتوم، وزيليكا سنحاول النقاش في الإيجابيات الموجودة في مشاريع هذه العملات هل فعلا ممكن أن نرى واحدة من هذه العملات تعمل شراكة مع فيزا أو ماستر كارد؟ في هذه الأيام أصبحنا نرى الكثير من المؤسسات والشركات والشخصية المعروفة تدخل لهذا المجال جاك هو مؤسسة تويتر هو الآخر أعطى حلول وأعطى تقنيات جديدة لهذا المجال للبلوكتشين من الشخصية المعروفة جاك هو مؤسسة تويتر حتى في سنة 2017 وهذه السنة هناك اختلاف كبير في سنة 2017 كانت محاربة كبيرة من المؤسسات والشركات التي حاليا دخلت لخط هذا المجال كانت سنة الصين هي الأخرى تحارب البيتكوان والعملات الرقمية سنة 2018-2019 وقامت بمانأة التداول وحضرت من هذا المجال الآن الصين من الدول التي دعمت بشكل كبير هذا المجال وأول دولة قامت بعمل عملة خاصة بها رقمية الآن العملة لازالت في طورة تجارب إلى حدود سنة 2023 كانت إقبال كبير على الصينيين على رغبتهم بالتعامل بعملة إلكترونية الآن الصين قامت بفتح الكثير من المدارس وخصصت دروس في البلوكتشين في كل الجامعات صراحة العالم الآن بدأ يتغير هذه التكنولوجيا الآن بدأت تفرض نفسها خصوصا أننا أصبح كل شيء رقمي عندما تريد التسوق فقط تذهب بالبطاقة الخاصة بك سواء فيزا أو ماستر كارت تقوم بالدفع عن طريقها في القليل ما تدفع النقود الورقية يعني هذه التورة والجميل في هذا المجال أن مثلا لا يكون هناك تزوير مثلا لا يمكنك تزوير مثلا البيتكوين أو تقوم بعمل كميات غير محدودة هناك عدد نهائي لا نريد الإطالة في هذه البداية نتحدث على ستيلر الستيلر من العملات القوية في البلوكتشين الستيلر هي الفورك الخاص بعملة XRP والتي لديها العديد الآن من الشراكات مع بنوك الستيلر لكي أوصل لك فكرة الأولية الستيلر هو بنك لا مركزي يريد أن يكون البنك مثلا أنت ليس لديك بنك حاليا ستيلر هو بنكك لا مركزي يمكنك فتح حساب بسهولة ويمكنك التعامل بعملة ستيلر إرسالها عبر كل بقاء العالم ضروري ستقوم ستيلر بطرح شركات طرح منتوجات خاصة بها على الأنترنت لكي يمكنك أن تستخدم عملة XRP لديها شركات عديدة عديدة كمثال ABM سامسونج البنوك الكثير من الشركات مع بنوك مركزية يعني حتى المؤسسات المالية والشركات التي دخلت ضروري أن تذهب للعملات التي لديها شركات قبل مع شركات كبيرة وقوية تقول مثلا سامسونج وثقت في هذا المشروع أو ABM ثقت في هذا المشروع وبنت البلوكتين الخاصة به على هذا المشروع إذن سيكون خيارنا العملات القوية والمعروفة سيذهبون عند مثل هذه العملات يعني ستيلر من العملات الصراحة القوية قوية جدا مشروع قوي ستيلر ومن العملات التي مرتقب لها أن تقوم بعمل شراكة مع أحد الشركات والمؤسسات التي دخلت على هذا الخط سأتحدث على الريبل الريبل لو لا المشكل الذي حصل له حاليا لرأينا الريبل في أسعار ما فوق الخمسة دولار أقول لك خمسة عشر عشرين دولار عملة XRP لماذا؟ لأنها العملة التي تشغل بيمنت يعني العملة عندما أتى المشروع لا تشغل ديفاي ولا كذا ولا كذا لا في التحويلات المالية يعني ستخدم كثيرا الماستر كارد والفيزا والشركات المالية أولا لأن العملة تتميز بأمان عالي عالي جدا وتحويلات سريعة واقتطاعات قليلة وهذا ما تبحث عليه الشركات المركزية والعملة هي مركزية شيئا ما يعني الشركات في الأول عند دخولها لهذا المجال لا يمكنها أن تتغير يعني 90% أو 100% إلى اللا مركزية لكي تتحول المؤسسات من المركزية إلى اللا مركزية ستتحول تدريجيا شيئا فشيئا عملة الريبل لولا المشكلة الحاصلة حاليا نرأيناها في أسعار كبيرة كبيرة جدا أن المشروع هو المشروع الأولي للتحويلات المالية عملة الـ XRP مشروع قوي لا أحد يمكن هذا ولكن المشكلة التي لا زال مطروح حاليا مع لجنة الأوراق المالية هو شيء فاصل وحتى هذا المشكلة نرى ارتفاع بطيء في العملة ترتفعش ببطء لو لا هذا المشكلة كما قلت لك ستراها في أسعار كبيرة كبيرة جدا ننتقل لعملة الترون عملة الترون من العملات التي لديها بلوكتين جيدة من نوعية جيدة العملة سفر اقتطاع أمان عالي ولديها نسبة لا مركزية محترمة مشروع قوي عندما ترى الـ USDT في شبكة الترون فهذا يدل على أنه مشروع قوي ومشروع جيد جيد جدا المؤسسات تبحث على العملة التي لديها نوعية جيدة من البلوكتين لديها شركات عديدة سامسونج أكبرهم مع سامسونج يعني مشروع الترون مشروع قوي صراحة لديها بلوكتين من نوعية جيدة من الممكن هي الأخرى أن نرى شراكة مع بعض المؤسسات التي دخلت على خط العملات الرقمية مشروع قوي الترون عندما أقوم بعمل تحويل للدولار USDT أختار شبكة الترون فقط لا أختار لا أتريوم ولا بيتكون لأن تلك العملات هناك بطء في التحويل وهناك تطاعات أفضل ترون سرعة كبيرة في التحويل وتصلك في الحال أستخدم شبكة الترون في الـ USDT ننتقل لـ Polkadot 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 هي الأخرى من المشاريع القوية في البلوكتين مشروع قوي صراحة أتى بالكثير من التقنيات لهذا المجال من العملات هي الأخرى التي ممكن أن نرى شراكة مع بعض الشركات أو المؤسسات التي دخلت لخط العملات الرقمية مشروع قوي صراحة Polkadot بخصوص أمر آخر البالحة كنت قد تحدثت على عملة الريف عملة الريف أجابني الآدمين الخاص بهم قال لي أن الماكس سبلاي هو 20 مليار عملة الريف لكي نأخذ هذه العملة البالحة كنت قد تحدثت على هذه العملة تطاع السبلاي هو 3.9 مليار ولكن الماكس سبلاي هذا عيب هو 20 مليار 20 مليار وحدة عملة الريف هو الماكس سبلاي الخاص بعملة الريف نعود لصول بالموضوع ونتحدث على عملة الأطوم عملة الأطوم هي من العملات القوية والتي لديها بلوكتشين هي الأخرى من نوعية جيدة أتت بالكثير من الحلول سعر والحالي 20 دولار عملة قوية صراحة من العملات التي ممكن أن نرى شراكة مع بعض المؤسسات مشروع قوي صراحة ولكن لكي أكون واضحا معكم كبلوكتشين وكمشروع وكفكرة حاليا لو لا المشكلة الحاصل لعملة الأكس أل بي أضعها في المركز الأول لأن الشركات المركزية ضرورة تستبحث على نسبة من المركزية في الأول لا يمكنها أن تتغير بين الليلة وضحاها من المركزية إلى اللامركزية ستبدأ تدريجيا بالتغيير لذلك ستحتاج بلوكتشين مركزي وبلوكتشين لامركزي والمركز الثالث أعطيه لبولكادوت المركز الرابع أعطيه للترون المركز الخامس أعطيه لزيريكا والسادس أعطيه لأطوم أنا أفضل العملات الذي أعطيه بلوكتشين قوية والليزي corresponding هناك الكثير من الع العملات القوية في مجال البلوكتشين ذلك هي أ أخرى من العملات التي أعطيتها الكثير من الحلول جلبت لنا edge تقنية جديدة الشاردين والتي استخدمتها الكثير من العملات وبانت عليها بلوكتشين الخاصة بها ولا تنسوا متابعتنا على تويتر نقوم بعمل ريتويت لبعض الأخبار على صفحتنا في تويتر لا تنسوا متابعتنا هذا حسابي سأترك لك كل الروابط الخاصة بنا فيسبوك، انستغرام، تيليغرام كل الروابط أسفل الفيديو نعتدر على التأخير في الإجابة لأن هناك أكثر من 600 أو 700 رسالة أجدها على كل المنصات الحمد لله كل العملات التي قمنا بعمل شرح لها الحمد لله كلها تعطي أكلها في وقت وجيز وترتفع والحمد لله تعودتم على القناة نشغل حتى والسوق مرخفض لو تتذكرون سنة 2018-2019 كانت حالة السوق سيئة وكنا نربح صفقات لو تتذكرون الماتيك، تتذكرون اللاند، بي أش بيل الكثير الكثير من السبقات حققناها والسوق في انهيار الحمد لله دائما سنحقق أرباحنا ودائما في هذا المجال لسنا مثل الكسوف الذي يظهر مرة في ثلاث سنوات أو مرة في ست سنوات حتى تكون الإيجابية أعتذر لكم إخوتي على الإطالة في هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك، لايك، لايك، شكرا لكم، شكرا لوفائكم دمتوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته